كم مشاهدين من العناويل التفاصيل استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد رفيع المستوى المصاحب له بمطار القاهرة أمس السبت في زيارة تستمر ليومين توجه الرئيسان عقب جلسة مباحثات خاصة بالصالة الرئاسية بالمطار إلى دار الأوبرا المصرية حيث شهداء عرضا لفيلم وثائقي عن تاريخ العلاقات المصرية الروسية قال بيان عن رئاسة الجمهورية إن مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الروسي تجرى اليوم الثلاثاء في قصر الاتحادية تليها مباحثات مصغرة بين الرئيسين ثم جلسة مباحثات موسعة يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات في أول زيارة له للقاهرة منذ عشر سنوات يصد رئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكما قدمت روسيا ترحيبا كبيرا بالسيسي خلال زياراته لسواتشي في أغسطس من العام الماضي بدأت خطوات الترحيب بوتين حتى قبل ماجئه عبر الأعلام الروسية التي انتشرت في شوارع القاهرة كما سيصاحب طائرة الرئيس الروسي سيربو من المقاتلات المصرية فور وصوله المجال الجوي المصرية إضافة إلى الاستقبال الرسمي من السيسي للضيف الروسي في المطار الاهتمام الروسي بالزيارة يظهر في الوفدرا في المستوى الذي يصاحب بوتين والذي يضم مساعد الرئيس ووزراء الخارجية والطاقة والزراع والتطويل الاقتصادي والنائب الأول لوزير الدفاع الملف الاقتصادي سيتصدر مباحثات القمة بين الزعيمين إلى جانب الملفين السياسي والعسكرية حيث سيتم بحث دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الأورو متوسطية وملف توليد القمح الروسي لمصر والمنطقة الصناعية الروسية التي ستقام بشمال جبل عتاقة إضافة إلى ملف استيراد الغاز الروسي خلال الفترة المقبلة وبحث عادة تاهيل المصانع التي أقيمت في الستينيات بالتكنولوجيا الروسية وعلى رأس الحديد والصلب والأولومنيوم ومحطات توليد الكهرباء بالسد العالي موسكو أعلنت قبل أيام عن استعدادها للمشاركة في بناء المحطة النووية المصرية والمشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في ظل تزايد حجم التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو بنسبة 80% خلال العام الماضي